أولا هنيئا لنا جميعا إدراكنا شهر رمضان المبارك ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا من الموفقين لأداء حق هذا الشهر المبارك بصيانة صيامة وحسن التعامل مع الله في مهاره وليلة بإخلاص العمل واتقاء المحرمات والتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات مع أداء فرائض العبادات ثم إن الصيام أحد أركان الإسلام ففي الصيحين وغيرهما من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وعني رسول الله وإقام الصلاة وإتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا هذه أركان دين الإسلام التي إذا اختل منها ركن اهتز إسلام المرء